بعد نحو عامين من مصاري تجديد مؤسسات الدولة توجى بانتخاب مجالس تمثيلية وطنيا ومحليا وتعديل جذري للدستور الجزائر تستعد للانتقال نحو الإصلاح الاقتصاد الهيكلي في مراجعة جذرية للمنظومة المالية والاستثمارية بعد الانتخابات ندخلوه في الإصلاح كل ما هو اجتماعي كل ما هو اقتصادي نعاود ونبنو أسوس الاقتصادية والاجتماعية نتعى الدولة بعد ما تهننا من المؤسسات فظلنا نخليها من بعد باش نخلي مؤسسات نازيهة ذات مصداقية تتطرق الأمور جوهرية عن مستقبل الوطن كله سنة ستشهد وفق تأكيدات الرئيس الجزائري الشروع الفعل في أولى ورشة الإصلاح الهيكلي لسياسة الدعم شريطة أن يسبق ذلك نقاش وطني واسع يمهد لتحديد الآليات والفئات والمواد المعنية بتوجيه نحو 17 مليار دولار سنويا من نفقة الدولة كتحويلات اجتماعية ملف حساس اجتماعيا وسياسيا يترافق مع كشف السلطات الجزائرية عن خطوات فتاح اقتصادي على القطاع الخاص الوطني بالإعلان عن نيتها في طرح حصص من بنوك مملوك للدولة للاكتتاب العام عبر برسة الجزائر والسماح باستحداث بنوك برأس مال خاص في خطوتين تعاول عليهم الحكومة لتحديث وعصرنة المنظومة المالية والمصرفية بالبلاد وتعميق مساعي تحقيق الشمول المالي لامتصاص الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في الاقتصاد غير الرسمي بالتزامن مع تحرير الاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري بالكشف عن إداع أولى طلبات الاستثمار في إنشاء شركات طيران خاصة وأخرى متخصصة في ميدان الشحن البحري دون تحديد موعيد للموافقة النهائية للعروض الاستثمارية خطوات متتالية ترسم لإصلاحات جذرية والهدف إعادة ترتيب بنية الاقتصاد الجزائري فيما يبدو مخطط الفرصة الأخيرة للخروج من تبعية المحروقات واقتصاد الريعة